وفي مدينة المكلة قتل شخص وأصيب اثنان آخران من المتظاهرين جراء إطلاق قوات الأمن النار عليهم بمحافظة حضر موت وتجددت الاحتجاجات بمدريات ساحل حضر موت للمطالبة بوضع حد لترد الخدمات والانقطاع المتكرر للكهرباء وتدهور العملة المحلية وقال مراسل المهرية إن مواطنين وطلابا أشعلوا النيران في الشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة المكلة ما أدى لفشل الحركة المرورية في بعض شوارع المدينة وأضف أن تلك الاهتجاجات راطقها انتشار أمني واسع وإطلاق نار كثيف لتفريق المحتجين